شعب واحد وقل المواحدة لا لها الشعب ما فيها كلام وإلها الظلم ذنها وعدها يا يمن حاني كبيرا نظام يا يمن حاني كبيرا نظام أهب الأحرار من كل البلاد جر الأديال ورحل يا فساد أهب الأحرار من كل البلاد جر الأديال ورحل يا فساد شبت النار من تحت الرماد واعتصمنا بمولى الاقتصاد يا يمن حاني كبيرا نظام يا يمن حاني كبيرا نظام شعب واحد وقل المواحدة لا لها الشعب ما فيها كلام شعب واحد وقل المواحدة لا لها الشعب ما فيها كلام وإلها الظلم كبيرا نظام يا يمن حاني كبيرا نظام يا يمن حاني كبيرا نظام ساعة الصفر دقت يا رجال كل ظالم مصير للزوال ساعة الصفر دقت يا رجال كل ظالم مصير للزوال صبرنا طال ما باقي مجال بعد أجد من ثلاثين عام يا يمن حاني كبيرا نظام يا يمن حاني كبيرا نظام شعب واحد وقل المواحدة لا لها الشعب ما فيها كلام الحالة اليمنية حالة كانت قريبة جدا وما زالت قريبة من المشهد المصري قبل ما يتعدل ربنا يكرمنا 30 سنة وكل ظالم إلى زوال زي ما بتقول الأغنية وبالأمس كانت جمعة الإصرار في اليمن الملايين من اليمنيين وصلوا لاعتصام والمطالبة بتطهير البلاد ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح بينضم لي في الستيديو وبدعوكم للترحيب بضيفي الكريم الناشط الحقوقي اليمني المعروف الدكتور محمد المخلافي أهلا وسهلا بك ومنور محطة مصر مرحبا شكرا قلنا نستهل زيارتك لقاهرة ونلقي إطلالها على اليمن فمصر بتعود هذه الأيام لممارسة دورها الطبيعي واللي جبلت عليه واللي أقدر وضعتها عليه شاء من شاء وقابة من قابة دورها القيادة في هذه الأمة واليمن جزء عزيز وغالي من الأراضي العربية جمعة الإصرار بالأمس والملايين يواصلون الاعتصام والمطالبات وأصبحت ساعة التغيير مثلا في صنعاء عنوانا رئيسيا زي ممدان التحرير قل لي علي عبدالله صالح ردود أفعله إيه الحقيقة حتى الآن ردود علي عبدالله صالح لم تستوعب الحالة من الناحية العملية الثورة اليمنية هي كالثورة المصرية وكالثورة التونسية لا يمكن العودة عنها ولن يستطيع أحد أن يثني الثوار للوصول إلى غايته ردة الفعل حتى الآن هي ردة فعل غير مستعبة أولا لما يجري وثانيا تعيق وجود مخرج سلمي لتسليم السلطة تقنب اليمن مزيد من الدماء وتقنب أيضا الرئيس وعائلته حالة الغلبة التي تكررت كثيرا في اليمن والتي لم يعد اليمنيون يرغبون بها ويوم أمس كانت هناك ردة فعل غير متوازنة على الإطلاق فهو مس بكرامة النساء بقصد التحريض على اللقاء المشترك لكن بالأساس هو يمس بكرامة كل اليمنين عندما يطعن فيه أفهم الناس بس أنك أصدق بتكلم أنه ألقي خطاب بالأمس نعم تعليقا على جمعة الإصرار بعد مرور شهرين ونصف نعم وبعد رفض كل المبادرات وكل المحاولات نعم كانت رسالة الوحيدة يوم أمس هو اتهام اللقاء المشترك بأنه يقوم بأعمال غير إيقابية فيما يتعلق بمجاركات المرأة وهو الحديث عن الاختلاط والدعوة إلى عدم الاختلاط وهو مس بكرامة المرأة وهذه واحدة من المؤشرات الإيقابية للثورة اليمنية أن المرأة اليمنية صارت شريكة على قدم المساواة مع أخيها الرجل في هذه الثورة وفي هذه الساحات وتتواجد على مدار الساعة في هذه الساعة بيتعن في الثورة بطريق غير شريف بطريقة لا بطريقة هي تمس كرامة كل يمني والمس بكرامة كل يمني تضع لمن لم يقتنع بعد بعدم أهلية وصلاحية هذا النظام للاستمرار تضع أمام قناعة حقيقية بأن هذا النظام غير مؤهل على أن يحكم ولو ليوم واحد في اليمن خلي بالكم كان بردو أيام المظاهرات المصرية في التحرير كان في ناس بتطعن في الحكاية وبتقول كلام كلام مش معقول وعيب عن بعض الأفعال المشينة التي تحدث من الثوار اللي بيتين في الميدان حاولوا يلعبوها وارتد السحر على السحر في اليمن كان جمعة الإصرار وبخطاب الرئيس تحول الغد ليوم الغضب يوم الغضب نعم بسبب هذه الإساءة والنساء رددنا عليه وقلنا بأنه ورظامه قد أفلس ولم يعد لديهم موضوع يمكن الحديث عنه للناس وخرجنا يوم أمس واليوم في معظم المحافظات بما في ذلك المحافظات القريبة من صنعة بالإضافة إلى صنعة والحديدة وتعز وعدن ومختلف المحافظات يوم الغد سيكون هناك في الصباح خروج للرجال وفي ما بعد الظاهرة للنساء للتعبير عن غضب الشعب اليمني عما بدر عن الرئيس علي عبدالله الصالح مواقف الدول الخليجية شايفه إزاي دكتور محمد بخصوصا بعد المبادرة الخليجية واللي تم تغييرها وأنا على المستوى الشخصي حتى مش فاهم ليه تم تغييرها وصف لي الحكاية الواقع يعني نحن نعتقد بأن الدول الخليج وفي المقدمة السعودية هي صاحبة مصلحة أولى اللي تنزلق اليمن إلى صراع وإلى فوضى ومن مصلحتهم أن يسعوا إلى تسليم السلطة سريعا وفورا قبل أن تسليل المزيد من الدماء في اليمن وقبل أن يلقى اليمنين إلى الانتقام من بعضهم وكانوا قد تقدموا بمبادرة في هذا الاتجاه وكانت النقطة الأولى فيها تنحي الرئيس فورا على السلطة وتولي نائبه منصب الرئيس والمعارضة وافقت على هذه الاتفاقية ولكن مع الأسف كان هذا بتاريخ ثلاثة أبريل ولكن مع الأسف قبل أسبوع قرى تعديل هذه الاتفاقية واستبدل التنحي بالتخلي عن الصلاحيات أي معا بقى رئاسة الوضع القانوني كما هو عليه وهذا الأمر لم تعد المعارضة تقبل به ولن تستطيع أن تقبل به لأن مثل هذا الموقف غير مقبول من اليمنين المتواجدين بالملايين في الشارع كل رئيس بيأتي عليه الثورة من شعبه بيقول أنا لست كالسابقين وكأنهم لا يتعلمون من الدرس علي عبدالله صالح قال كده برد نعم أنا نحلتي مختلفة كما قال حسني مبارك ساعتها نعم كل واحد يشوف الأمر يقول أنا غيره مع الأسف هؤلاء منهم علي عبدالله صالح اعتقدوا أنهم امتلكوا السلطة وامتلكوا الشعوب وامتلكوا كل شيء هذا الاعتقاد جعلهم غير مؤهلين لأن يقدروا الحالة وربما إلى اليوم علي عبدالله صالح لم يعود قادرا على تأهيل الحالة نحن كيمنيين بما في ذلك سياسيين وغير سياسيين سئمنا من الغلبة وسئمنا من الانتقام وسئمنا من الثار وكنا نتمنى أن لا تظهر ضرورة أو رغبات في مثل هذا وهي لن تظهر إذا الرئيس علي عبدالله صالح وعيلته تخلوا عن السلطة دون المزيد من الدماء 150 قتيل أو شهيد يمني في الساحات ومية وخمسين تقريبا زيهم في الهجوم على مصنع الدخيرة بالإضافة إلى حوالي سبعة وتسعين قتيل منذ تعرضت لها المظاهرات السلمية في اليمن منذ سنة ألفين وسبعة مستعدين توصلوا العدد كهم مستعدين تضحوا بدماء الدقيه إلى أن تصلوا إلى الحرية نحن لا نرغب ولا نريد أن تقتر دم يمني ولا نرغب بأن يسفك دم يمني ولكن لم يعد هناك خيار أمام اليمنين إلا الاستمرار حتى ننقح الثورة وستطيع اليوم أن أقول بأن الثورة قد حققت أهداف قد حققت أهداف تتعلق بذهاب التوريث والحكم مدى الحياة إلى الأبد حققت أهداف بوحدة وطنية حاليا اليمن تشهد وحدة وطنية أتت بها هذه الثورة بعد أن كانت هناك أطراف يطالبون بفك الارب بالطباط أو بالانفصال أو غير ذلك حققت هدف المؤشر المجتمع المدني اليمنين بجميع فئاتهم بما في ذلك القبائل يقومون بعمل سلمي ويقتلون في الساحات ويدافعون عن أنفسهم بأكسادهم اليمنين اليوم يشارك البرأة والرقل والمدني والريفي والموظف والأبناء القبائل بقى لدينا هدف تالي وهو تسليم السلطة بدين دماء ولكن لا رقعة عن هذا الأتف ونأمل أن لا تسقط مزيد من الدماء بيتبادر لذيني دكتور محمد المخلافي مقارنة بسيطة الثورة التونسية والثورة المصرية لم تأخذ وقتا طويل ووصلت إلى جني الثمار في حين أننا نتحدث الآن عن شهرين ونصف عشر أسابيع في الثورة اليمنية ولم نصل إلى المبتغى حتى الآن خلينا نقول للمبتغى والجميع يعلمه ليه تأخرت وليه خدت كل الوقت أنا أعتقد أن هناك فرق عملي الفرق العملي يتمثل بأن الثورة في تونس وفي مصر ربما فاجأت الحكام اليمن ليست مفاجأة الأبناء اليمن في القنوب منذ عام سبعة وتسعين يوميا يخرجون إلى الشارع ويتظاهرون ويقتلون ولكنهم مستمرين التكتل السياسي الرئيسي المثل بأحزاب اللقاء المشترك وشركائه أعلن في ثلاثة نوفمبر من العام الماضي ضرورة تغيير النظام ودعا إلى هبة شعبية فبالتالي بالمقابل النظام كان أكثر استعداداً لمواقهة الشعب اليمني مما كان عليه نظام مبارك ونظام بن علي تعتقد الوقت تأدي أيه كمان أو الموضوع حتى سقوط علي عبدالله صالح الثورة تحتاج قريباً لاحظ معي لاحظ معي بأن مقومات النظام والنظام نفسه سقط الحكومة انهارت الجيش انقسم وغالبية الجيش مع الثورة ومع الثوار علي الأحمر الجرعليمين علي محسين الأحمر نعم وأيضاً يعني علي محسين الأحمر ومعه محمد علي محسين قائدة منطقتين عسكرية من ثلاث مناطق عسكرية السلك الدول ماسي انهارت تقريباً انهار شيء في كله وما ترى هنا في مصر يعني السفير في الجامعة العربية والسفير لدى مصر الحزب الحاكم مكون الأساسي موجود في البرلمان إذا دمرت لكل مؤسساته أو أدواته أو أدواته لم يبقى إلا الرئيس وعائلته والأجهزة التي يقودونها وبالتالي أنا أعتقد أنها أيام وأتمنى أنا كشخص وكحقوقي أتمنى أن يدرك هذه الحقيقة الرئيس علي عبدالله صالح وأن يدركها من حوله وأن لا يستمر حالة الانفصال عن الواقع وأن تسلم السلطة بأسرع وقت ممكن لتجنيب اليمن مزيد من الدماء وأيضاً عدم تكرار حالة الثار والانتقام السياسي حتى نحن لا نريد الانتقام من أحد يعني أنا أكلمك كما نديها هنيك